أجرت وزيرة التنمية المحلية من العوض عددا من الاتصالات الهاتفية مع محافظ ألمينيا عماد كدواني لمتابعة تطورات ألمينيا وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديون العام لوزارة التنمية المحلية يتبع مع غرفة العمليات ودرة الأزمات ومركز السيطرة بمحافظة ألمينيا والقيادات التنفيذية تطورات الحادث أولا بأول مشيرة إلى أنه تم كذلك تنصيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التلموي لتقديم عمليات الإغاثة وعمل اللازم بالتنصيق مع محافظات المليا